غدرت الطائرة السعودية الرابعة والثلاثين لإغاثة الشعب الفلسطيني مطار الملك خلد الدولية بالرياض متجهة إلى مطار العريش الدولية ذلك تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطع غزة وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الطائرة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 24 طن وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطع غزة هذا وقد استقبل مطار العريش طائرة مساعدات إماراتية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة وتحمل على متنها عشرة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية بذلك وصل إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي وحتى اليوم ما يقرب من 361 طائرة حملت على متنها نحو 11 ألف طن من المساعدات المتنوعة